مساءكم فل بعون الله ورمضان كريم إن شاء الله في هذا اليوم الأجل الجميل من شهر رمضان المبارك سيد نقش بندي طبعا صوت صوت جميل جدا كان له إبداع كتير جميل بعيد مولد سيدنا الحسين عليه السلام في عيد مولد النبوي الشريف مولد سيد البشر سيدنا محمد اللهم صلى وسلم عليه والنقش بندي معروف عند المصريين بكثرة يعني عند أغلب الشعب المصريين كانوا بيحبوا هذا الصوت كتير يعني بتشوف بشهر رمضان المبارك بتشوف قبل الإفطار ما في غير صوت النقش بندي بهالموالد بمتح الرسول بمتح الشهر الكريم وله قصص كتير جميلة النقش بندي كان بزمن أنور السادات لما كان رئيس مصر بعت وراء كان عامل عرس لبنته كان موجود النقش بندي طبعا أول شيء بده يعمل المولد فكان من الحاضرين أيضا الموسيقار بلي حمدي وكان وجدي الحكيم ورئيس التلفزيون المصري أو الإزاعة المصرية جيتوا فكرة السادات كان رجل يعني مسهل طلع أنه هدول أقطاب تعالوا هنا يا حبيبي إيه رأيكم نسمع ألحان الأستاذ بليغ على صوت النقش بندي وكان هذا العمل في عدة مقاطع كان الأجملش فيه والأحلى اللي انشهر ضغري مولايا إني ببابك وفتحت السبحة مع الشيخ نقش بندي وعشق لحن هذا اللي منسميه ملك الموسيقى بليغ حمدي فهون منشوف النقش بندي من أعماله اللي بدك تسمعه في أعمال كثيرة في الموالد مرشحات دينية خاصة اللي أنا سمعته في القرآن يعني مميز حقيقة طبعا أنا ممكن حب مصطفى اسماعيل أو عبد الباصد أو الشيخ محمد عمران أكثر أنا كهاوي تجويد أو كفلسفة نغم لكن الطريقة العاملة النقش بندي فعلا يعني شخصيته حلو هيدا عطاء أنا بسميه هلأ من أعمال النقش بندي العظيم أنه عمل 30 حلقة عن شهر رمضان المبارك حلقات كل واحدة أجمل من التانية هدول اللي نحن اليوم منفتقدهم ومندور عليهم في أذان عم يأزن الشيخ نقش بندي على مقام الرصد هو كان مقامه المفضل سمعت من أكثر يعني معلومة كان يموت عن أغمة الرصد يموت فيها يدوب فيها يعني يبدع فسجل هذا الأذان يعني بتسمعه في الجوامع بتسمعه بعدة أفلام أنا حاضر أفلام نصبح بحطه جامع بتلاقيه صوت النقش بندي رحم الله نقش بندي جسدا وأبقاه لنا صوت خالد بلونه بشخصيته اللي تفرد فيها يعني دائما هدول الناس اللي بتركوا أثر يعني الإنسان جماله لما بيترك أثر إذا ترك أثر بتظل تترحم عليه بتجي أجيال تقلده بيترك مدد الناس تعشق الجمال لما أنت بيترك لك واحد هذه الذكريات الطيبة هاي وأنت بدك تقلده أو تمشي على خطاها قلت لكم ما في حدا بيخلف حدا ولا حدا يعني بيقلد حدا لكن أنا بيعشق هالشغلي بحاول كل ما عندي أن أقدم شيء يعني قريب منه إن كان من مطرب إن كان من عازف إن كان من منشد وما أكثرهم لكن النقش بندي رحمه الله فعلا له بصمة خاصة بصوته صوته غريب يحوي من الجمال يعني أنا فيه صوتين كنت حبهن كتير هيك بيلقلقه وهو صوته صوت عبد الباصد بقى بيجيك كمان صوت يعني فيه طراوي ونغمات نغمات ومن عنده من راسه موهب مصطفى اسماعي بيجيك واحد أنا بالنسبة لقلي معجزي بتقليب الأنغام وتصوير الأنغام وهو الشيخ محمد عمران مرجع من لكم ما أكثرهم الشيخ النقش بندي ذكراك طاهرة وخاصة في هذا اليوم العظيم من يوم شهر رمضان المبارك عدى الله علينا وعلى أمة محمد وعلى الناس كلها بالخير والبركة إن شاء الله شكرا 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 لكم شكرا لكم